موسيقى مرجعنا لحضراتكم تاني وفقرة الصحافة الدنيا فيها اينا تجول في صحف واغبار النهاردة لكن في البداية اسمحولي ارحب بضفتي اللي بتشرفني للأستاذة عبير سليمان الكاتبة الصحفية نبتدي محورة جولتنا الاخبارية من الموقع الالكتروني لجريد الوطن الخبر بيقول خلال قمة الاستثمار البريطانية اشهادات واسعة بدور مصر في افريقيا انتهت اعمال قمة الاستثمار البريطانية الافريقية في لندن اشارك بها 16 من قادة الدول القارة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الافريقي طبعا قمة نكحة جدا بينت دور مصر ومكانة مصر الحقيقة والحين عايزة اقول بس ان الزيارتين الخارجيتين الاتنين يعني نكحين جدا سواء كان في برلين او في بريطانيا فالحريك تحب تقول لنا الاول عايزين نقول ان الزيارة دي مهمة ليه لان بريطانيا لسه خارجة من التحدي الاوروبي قريب طبعا وهي بتحط استراتيجية جديدة وتحرك جديد في المنطقة خاصة النحيز الافريقي بالضبط احنا عارفين ان 4% بس استثمارات خارجية في افريكيا وده امر احنا عايزين يتغير بقيادة طبعا وريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحاول بقدر امكان يوسع مناطق الاستثمار ومناطق التجارة الحرة خاصة بعد اتفقية التجارة الحرة الاخيرة اللي تم التوقع عليها على مستوى افريكيا بريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فاستغلال هذا الامر بالشكل ده ان تكون بريطانيا من الدول السابع اللي في الكوميس لاستثمار داخل افريكيا امر رائع لتوجد مصر فيه خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل محفل هو بيكون موجود فيه ممثل لافريكيا بيركز على التنمية المستدامة اللي هي موضوعة في خطة 20-30 وليه انا بقول كده لان في محاور التلاتة الخاصة بالتنمية المستدامة اللي معني بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته هو الرئيس الاتحاد الافريكي اللي هي علاقة بالتنمية البنية التحتية الخاصة بافريكيا وكمان تجاوز بعض التحديات اللي هي علاقة بالارهاب وضحت العملات المسلحة داخل افريكيا ودعم التجارة الحرة والاستثمار داخل افريكيا على التلات محاور سواء كان تنمية اقتصادية أو بيئية أو إنسانية واجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة الطموح الام والرئيس احنا لو شفنا كمان هنلاقي على مدار الكام شهر اللي فاتوا كان يعني اكتر من قمة اعتقد كان فيه كمان في الصين وفي اكتر من مكان بيتكلم عن الاستثمار في افريقيا وده امر جيد خاصة في وجود مصر كرئيس الاتحاد الافريق بالضبط واتكلم كمان عن دعم الشباب ودعم الشركات الصغيرة او الشركات المحدودة والتوسع فيها ودعم المرأة وتمكنها واتكلم على النظام الرقمي ادخال النظام الرقمي على مستوى الافريقيا والحقيقة ان يكون رئيس اتحاد افريقي يعمل بهذا المستوى من الايجادة للتحديات او النقوص والصغرات اللي موجودة في افريقيا او في العالم الثالث ده امر رائع طبعا وفكرة الرقمانة دي اعتقد ان احنا من اوائل الدول اللي هتبتدي فيها في القرى الافريقي تباقف بعض المحافظات معانا من الموقع الالكتروني لبوابة الاهرام الخبر بيقول الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية احنا عندنا قانون 96 سنة 2008 بتكلم عن العقارات المبنية وكان بيفرض ضريبة على اي قطعة ارض فاضية سواء مستغلة او غير مستغلة مصورة او غير مصورة فالقانون بيعدل ده بيقول اللي عنده قطعة ارض هو مش بيستفيد من وراها بحاجة فمش ضروري ان احنا اخذ من ضريبة الحقيقة انا بحي المشرع خاصة خاص بالقانون الضريبة العقارية لان اول ما ظهر كان ظهر بشكل معيب لحد بعيد وارهق عدد كبير جدا من مواطنين اللي كانوا شايفين ان هما ما يملكوا وحدة سكنية ما كانتش دي رفاهية ان هو يملك وحدة سكنية او ان هو يملك ارضه ولكن هي موروصة لابنائه لم يستثمرها بعد فازاي هيدفع عليها فلوس ففكرة ان انا اعدل بما هو متاح او ممكن على مستوى الدخل او مستوى الجيب المواطن المصري ده امر غاية في الاهمية لان الطلاقة ما بيجليش انقام او دخل من امر ما ما يحقش ان انا ادفع لي ضرائب خاصة اذا كان هو محل العيشة لي سواء كان سكن او مكان لا يدر دخلا فازاي ادفع عليه ضريبة الحقيقة انا بحيي المشرع وبحيي كل القائمين على تعديل قانون الضريبة العقارية طبعا لسه ده مش هيتنفس دلوقتي لسه طبعا ياخد اجراءاته يصير يعني في المجرد مجرد النية والاقدام ده حاجة ناخد ايضا خبر من الموقع الاكتروني للمصري اليوم الخبر بيقول قبرص تتهم تركيا بسرقة بيانات ساعدتها في مباشرة التنقيب شرق المتوسط يعني انجاز التعبير ان تركيا تواصل العربادة في دول الجوار خاصة في ابرس واحنا كلنا نعرف ان جزء كبير من جزيرة ابرس محتل والمحتل هو تركيا وده يمكن كان سبب من اكبر الاسباب في عدم دخول تركيا الاتحاد الافريقى الحقيقة عايزة اقول الكورسان الاجبر اللي الان بيسحف في المناطق هستخدم كلمة عربدة او عبسا اللي حدتك قلتها الحقيقة هو كورسان الان التركيا تعمل محل او تمتهن مهنة جديدة وهي القرصنة والزحف السريع المتوالي سواء كان بحث عن بعض الاقتطاط من اموال الاخرين او مقدرات الشعوب الاخرى لها محفل في سوريا ثم ليبيا ثم قبرص ولسه الجايات اكتر الحقيقة رضع تحرك تركيا الاستعماري او الاستطاني او الزاحف المستولى على مقدرات الشعوب الاخرى او سيادتها امر غايف الاهمية على مستوى المنطقة او مستوى الدول بشكل عب واعتقد النيل من هذا الامر سوف يكون قريبا لان تصرفات تركيا او السياسة الخارجية الخاصة والعسكرية اصبح يتفجأ في المنطقة الحقيقة انا كنت فاكر بس ان احنا كشرق اوسط او كمصر بالذات احنا لصحفنا يعني بتتكلم عن اردوغان بشكل سيء لان هو انسان سيء لكن الحقيقة كان حد بعاتل كده كذا صحيفة المانية لما كان اردوغان في المانيا يعني بيكلموا عنه بشكل يعني قوي جدا لدرجة انهم برجعوا سبب ان هو مش من المانيا بسبب ان الصحافة قلبت عليه هناك بشكل كبير جدا وصور الحقيقة وحاجات كتير جدا في الصحافة الالمانية فواضح ان هو يعني السمعة بطالة في كل حتة جدا وعايز اقول حددك تناول الصحف الاجنبية لاردوغان في الفترة الاخيرة احرج الاخوان الذين كانوا يتنطنوا او مردين او مناصريهم الذين كانوا يتنطنوا بنصرة حتى اردوغان وهو في سوريا وهو اعمال يقتحم ويبتر وينتهج بشكل صريح وفج دون انقار ليهم لدرجة انهم كانوا بينكروا عليه اصلا تعديه يعني هما بيقولوا ان ده ما حصلش وان احنا كمصر او افراد افراد شعب ضد هذا الانتهاك الصريح ان احنا بنروج لاشعاته اردوغان ما بيعملش كده الحقيقة تم الاحراج السريع والمباشر لهؤلاء الجماعة والافراد المنصقين اللي انا بشوف بشوف ان هما بيقيدوا حلم الخلافة الوهمي بشكل اصم واعمى ولا يرى حتى الدم او الانتهاج باي شكل من الاشكال ناخد خبر ايضا من الجمهورية بيقول سعفان توفير 47 فرصة عمل لاصحاب الهمم طبعا سعفان اللي هو دكتور محمد سعفان وزير القوة العاملة 47 فرصة عمل اعتقد في محافظة سهاج وهو بيتكلم على توفير فرصة عمل لزو القدرات الخاصة طبعا القانون اللي هو الخمسة في المية اللي هو من حقهم ودي حاجة جيدة ان الحكومة تهتم بيهم لان هما الحقيقة يستحقوا الاهتمام ومنهم كتير جدا بيبقوا مفيدين جدا في الاعمال محاولة في الزام بعض الشركات القطاع الخاص ان هي تهتم بوجود الخمسة في المية الخاصة بزو الهمم الحقيقة ده امر رائع ومحترم ان كل الشركة خاصة لازم انها تتحمل مسؤولتها الاجتماعية في توفير فرص عمل خمسة في المية خمسة في المية مش كتير ابدا للناس اللي بيكونوا في اغلب الاوقات تفارات يعني في اغلب الاوقات قد يكون افضل من المعافي او الشخص اللي لم يعاني من اي ازمة صحية كانت ليس له فيها شأن او امر او قدرة ناخد خبر ايضا ده البترول الحقيقة بتمفي اشاعة انتشرت خلال اليومين اللي فات بشكل كبير جدا بتقول البترول تنفي خفض انتاج حق الظهر وتؤكد خطة الدولة تستهدف زيادة المعدلات تلو علينا من يومين مصر عمال تخفض انتاج الغاز في المتوسط هي ايه المشكلة هي مصر بتعمل كده ليه هي مش عارف ايه فوزرات البترول قاية مين لألك كلام ده الحقيقة هي ضحت الشائعات لابد لها من السرعة في الرد وده اللي بيحصل دلوقتي احنا عارفين ان حق الظهر تلاتة مليار ان هو بينتج تلاتة مليار يعني هو اللي بسه لسه موصلش حتى للحد اللي احنا منتظرينه او متوقعينه في الانتاج غير كده ان مساعي وزارة البترول او مساعي الشركة الرعية لحق الظهر ان هي تزود الانتاج مش العكس انها توفر فائد من الانتاج وده موجود وده متاح وحق الظهر يتيح هذه الامكانية الحقيقة الشائعة بتسير في مصار العكس والضد وجيد ان يتم الرد سريعا او طبعا انا مبسوط الحقيقة ان الحكومة كل يوم بتقريبا يعني بترد على الاشاعات اللي بتحصل كان زمان يقولك ما تسيب اللي يقول يقول لكن جميل ان احنا نهتم فكرة الرد على الشائعات عندنا حرب الجيل الرابع والجيل الخامس يعني الشائعات عنصر اساسي فيها او طبعا لابد له من التصدي الفوري ناخد خبر ايضا من جريدة الوطن بيقول الحكومة توافق على تعديل قانون مكافحة الارهاب افق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر برقم 94 لسنة 2015 طبعا داب عشان يعني يقيد الامر اكتر على كل ارهاب وكل من تسول له نفسه يعني الحقيقة الارهاب مش بس ان انا اشيل سلاح في وشك صحية واقت البريء مش هو ده الارهاب الارهاب ليه اساس وقعدة هي اللي بتنميه هي اللي بترسيه هي اللي بتقويه فبتر ازرعته او رجليه او اساسه او نزع جزوره هو الاهم من محاربة الارهاب لو نشر هذا الفكرة اللي هو تكفيف المنابع يعني ازاي ان انا اقول لو في شخص بيدعم الارهاب يملك اصول او كذا كذا يتم فورا ملاحقته او يتم سلبه هذه الاصول او 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 حتى لا يستحرك بهذه الاريحية اللي ممكن تمكنه ان هو يصعد مرة اخرى اخرى حضرتك قتل الجماعات المتطرفة لا يأتي بالقتل الفرد فقط هو قتل الجزور والفكرة واصلها وامتدادها صحيح عشان تتأكد تماما ان ده مش هيولد لك او مش هيجيب لك او مش هينتج لك مسارات متتالية صحيح من هذه المراحل العباسية اللي شهادتها مصر وعنت منها كثيرا بنتمنى ان يكون فيه يعني باند في القانون يقدر يحجم اصحاب الافكار التكفيرية اقول لك اصلا انا رجل بتاع فكرة انا بتاع ورق او قلم على السوشيال ميديا مثلا ولا حاجة وهو اصلا تكفيري الحقيقة انا مش معاك يا أستاذ بيعلم الشباب ان ايه تقتل وان انت كده بتحافظ على دينك وان انت كده تقتل دي جريمة يعاقب عليها القانون واحنا عندنا بنود بتعاقب مفيش حاجة في الدنيا بتقول ان انت تقتل لا تحت مظل الدين لا انا مش معاك في ان احنا نواجه الفكرة ما كنتش حضرتك لسه كملت الجملة لكن لو انا بقول بقى قتل دي جريمة لكن لو عندي فكر متخلف او رجعي قد يتخذوا بعض المتطرفين حجة او مظلة بشكل متواري انا مش بتكلم في فكر اللي هو يعني واحد بيعبر بأفكار بسيطة لكن لما واحد يقول يا جماعة ان الناس اللي في الجيش دول ناس مرتدة ولازم نقتلهم ده ده جريمة ده ارهاب ده ارهاب ده جريمة ما هما دول اللي احنا بنحريبهم ده فكر يقول لك انا ما قتلتش انا بس كنت بقول لا مش ده بس الفكر الارهابي مش ده بس الفكر الارهابي للأسف الشديد ديش باننا احبسوا مثلا او اقتلوا او اقصي من المجتمع محاربة تأتي من المجتمع ذاته صحيح احنا محتاجين ثورة ثقافية وعلمية واخلاقية حقيقية ترجعنا الى الهوية الحقيقية والانتماء الصريحة الوسطي الطبيعي اللي فيه مية واحدة حتى بنقول انا مش بحب نسيج واحد قد ما احنا كلنا كنا كنا شكل مية واحدة مية تنيل واحدة لون واحد ما تقدرش تقدر تفرق زراتها من بعض سواء كان مسلم متدين جدا رايح الجامع وجايم الجامع او مسلم غير متدين او شخص سحركة احنا محتاجين العقلاء يعني انا مبارح انا اسمعت شيخ سعودي كان حد مش هيرلو فيديو تا الراجل بتكلم بمنتهى العقل اعتقد يعني لو فيه الفكر ده او شيخ سعودي يعني لو الناس اتكلمت بهذا الفكر حقيقة في قناة على الدنيا حلوة خالص ايه في قناة بدون ذكر اسمها في مصر وفيه شيوخ بتطلع عليها بتبس القراهية بشكل قوي جدا وليها مريدين بشكل قوي ازاي هذه القناة مسموح لها انها تكمل وازاي هؤلاء الشيوخ اللي هما كرهيني جدا ازاي محتوط لهم منابر للتعبير عن هذه الكرة واباحة التحرش واباحة وكمان لهم المرأة بشكل جائر ومستفز لمجرد انها لا ترتدي الحجاب على فكرة انا بقول ده في كل المنابر مش بس في منبر سي تي في انا بقوله في كل المنابر في المقالات وفي بعض القنوات كانت متدينة حتى على المستوى الاسلامي بنتمنى طبعا ده ما يكونش موجود في الفترة اللي جاية وناخد خبرين مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا اولهم من الاهرام بيقول الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيارة لمحاولاتها الإغارة على وحدات العسكرية وايضا خبر من المصر اليوم بيقول شكري يتوجه للجزائر المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الحل في ليبيا لازالت العربادة التركية موجودة لازالت العربادة التركية موجودة بشكل كبير جدا في ليبيا مبارح الجيش الليبي أسقط طائرة مسيارة هناك النهاردة وزير خارجيتنا النشيط جدا الحقيقة سامح شكري بيتوجه للجزائر لعقد قمة خاصة بدول الجوار ليبيا دولة الشقيقة مصر معتبرة لأزمتها جدا ومتدخلة بشكل حقيقي وكمان ليبيا والشعوب المجاورة والمنطقة تعلم وتعي جيدا دور مصر الداعم للجيش الوطني الليبي وأعتقد أن التحرك العبسي الذي يقوم بها أردغان في ليبيا لن يأتي ثماره ولن يسمن من جوا يعني عمره ما هيجيب نتيجة إن شاء الله بإذن الله وإحنا من نتوقع أن الانتصار في ليبيا هو ضحت أي محاولات وضع اليد على ليبيا لأنها تمثل لنا أمن قومي وتحرك طبعا معالي الوزير أمر رائع أمشكر حضرتك لكن اسمحي لي بقى أن نشوف مع بعض دلوقتي زميلنا كامل يوسف من معرض الكتاب على الهواء مباشرة من هناك أول يوم النهاردة في معرض الكتاب يلا كلنا نروح يا صباح الخير وصباح النور وصباح المحبة والسلام أهلا بك زميل إسحاء وزميل تهبة موجودين دلوقتي بقى مع حضرتكم على الهواء مباشرة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأولى بعد نصف قرن وبعد بلوغه من العمر خمسين سنة إحنا دلوقتي في الدورة الواحد والمسون دورة جديدة دورة جميلة بيقدمها معرض القاهرة الدولي للكتاب للعالم وللوطن العربي كله في دورة جديدة السنة بتيجي تحت عنوان مصر إفريقيا ثقافة التنوع واللي بتحل فيها دولة السنغال كضيف شرف لأول مرة كدولة أفريقية تكون موجودة في معرض الكتاب كضيف شرف وكمان تم اختيار المفكر والعالم الجغرافي الجميل جمال حمدان شخصية العام لمعرض الكتاب معرض الكتاب السنة بيضم حوالي 900 دور نشر من دول مختلفة حوالي 40 دولة مختلفة بمقدمين دور نشر لشان يعرضوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في سنة جميلة زاد فيها عدد الدول وعدد دور النشر لخمس دول جديدة بتنضم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب السنة وكمان بالاضافة ل41 مكتبة من سور الأسباكية بيعرضوا هنا لأول مرة بعد نقل معرض الكتاب في التجمع الخامس أجواء جميلة أجواء احتفالية خلاص زي ما شايفين مع حضراتكم الأبواب فتحت منذ دقايق قليلة جدا والناس دخلت علشان تستمتع بدار الكتاب اللي بيضم حوالي أربع قاعات رئيسية فيها حوالي 800 جناح أجواء جميلة نحاول نرصد ونتابع مع حضراتكم هذه الأجواء بمجموعة من اللقاءات المميزة الناس يكلمون فيها أكتر عن حرصهم على تواجدهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب برجع لك زميلي يسحي وزميلتي هبة مرة تانية لحد ما نجهز مجموعة من اللقاءات نطلع بيها معاكم تعملوا منتظرينك في أي وقت تعمل لنا لقاءات من معرض الكتاب معرض الكتاب فرصة جميلة طبعا رائع كنت مشاركة فيه من السنة اللي فاتت بعشق المسبحة وكان رائع والسنة دي طبعا هيكون أروع من السنة اللي فاتت نتمنى رواجة قول القصة مش بس ثقافة لكن هو حالة كتب جدا وكان فيه إقبال شديد السنة اللي فاتت والسنة دي ان شاء الله برضو هيكون فيه حتى الندوات اللي بتعامل أعتقد كمان دعيين شخصيات كبيرة وعظيمة جدا مواكب مع أجازة نص السنة الحمد لله وكل سنة بيؤكد ونتمنى بطبعا نلاقي على ممبر سي تي في المراعاة لسنوية عامة والمشاكل اللي وجوها في الترمدة إن شاء الله احنا كان المشاهدين بيبعدلنا على الصحة وإحنا قلنا لهم أمر جدير بالاهتمام سي تي في من ممبر محترم ومعني بالمجتمع ومشاكله وأولى سنة وثانية سنوية تعبد شويس الترمدة أشكر حضرتك جدا أستاذ عبير سليمان الكتابة الصحفية نورتينا شكرا لحضرتك ولسا معاكم مشاهدين نخرج لفاصل ونرجع تاني معاكم النوهبة النهاردة وصباح النور